السلام عليكم في الفيديو دي احاول احل البروبلمز بتاعة شابتر اتنين في البروبابيليتي فان الحل في الدي اف في ورق كده كان الدنيا في ملبوخة يعني واغلب الناس ما تفهمتش المسائل المحلولة ازاي البروبابيليتي محتاج حل فيديو احسن عشان كل سؤال يتشرح واحد بيفكر فيه ازاي او بيحل فيه ازاي يعني فان احاول احل البروبلمز دي هم كانوا 15 سؤال يعني اول سؤالين يعطبروا رولز بس ممكن احلهم سوا برضو فهم يديني البروبابيليتي الاي و البروبابيليتي البي وعايز التقاطع عايزني ابروف ان التقاطع اكبر من او يساوي سبعة من عشر فالوحيدة اللي بتربط التلاتة دول ببعض هو القانون الجنرال بتاع الاتحاد اليونيوي انا عندي ايه الاتحاد بي ده بيساوي احتمالية الايه زائد احتمالية البي ناقص التقاطع طيب ايه اتحاد بي ايه المكسيمم فاليو بتاعته يعني انا لو عندي سامبل اس بيس كده مثلا ده هنرسم فين دياجرام وانا عندي دي الاس انا عندي الايه والبي واخديني المستطيل ده كله الاتحاد بتاعهم الايه لما اكبر حاجة يقدر يوصله بيساوي تسعة من عشرة اللي هو احتمال الايه زائد تمانية من عشرة احتمال البي ناقص التقاطع اللي هو ده يبقى كده التقاطع اللي انا عايزه اعمل ايه اودي الجهة التانية في الايكويجن ممكن حتى تبقى فاتحين البد اف عشان تشوفه الاسلوشن بار دي يعني لو قلنا هنا تمانية من عشرة وهنا تسعة من عشرة ناقص الاكس الاكس دي اللي هي ايه يتقاطع بي لو انا عايز الاكس اوديها الجهة التانية واجيبي الواحد الجهات يبقى تمانية من عشرة زائد تسعة من عشرة ناقص واحد هيطلع بسبعة من عشرة فبالتالي الاكس دايما هتبقى اكبر من او يساوي سبعة من عشرة ده بالنسبه الاول سؤال طيب تاني سؤال ممكن نمسح دول الاول تاني سؤال مدين للتقاطع ومدين احتمالية احتمالية الايه واحتمالية البي واول حاجه طالبها الاتحاد الاتحاد سهل هو اي زائد بي ناقص التقاطع فكده ده اول مطلوب طالب مطلوب طالب A complement تقاطع البي الفهم لو عايزين نعرف من غير ما نرسم انا عايز A complement يعني اللي مش موجود في ايه موجود في بي ايه الحاجة اللي مش موجودة في ايه وفي نفس الوقت موجودة في بي انا عايز اجيبي البي يعني كل اللي في بي واشيل منه اللي في ايه يعني انا عايز بي مينس ايه اللي هو بيتقال عليها انا عايز بي only البي بس انا عايز البروبابيليتي دي بروبابيليتي بي مينس ايه طيب الرول بتاعت بي مينس ايه دي بتساوي ايه بتساوي احتمالية البي ناقص التقاطع ناقص احتمالية ايه تقاطع بيه طيب لو انا عايز اجيبها من على الاسم لو نتخيل مثلا ان انا عندي هرسم فين دياجرام دي السامبل اسبس كلها لو دي ايه و دي بي انا عايز ايه الايه كومبليمنت يعني عايز كل حاجة بره الايه كل حاجة بره الايه اللي هو الجزء ده ده كله بره الايه اهو والسامبل اسبس كلها برده يعني كل ده بره الايه انا عايزه في نفس الوقت تيبقى جوه البي فمين اللي بره الايه وجوه البي الجزء ده بس ده اللي هو عبارة عن ايه عبارة عن بي شيل منها الايه يعني بي مينس ايه او بي وشيل منها التقاطع بتاع اي و بي بس كده السؤال رقم سي عايز ايه بشرط البي كومبليمنت طيب لو انا عايز الرول ببقى ان انا افك بيها جيفن ذات او بشرط او الكنديشنال بروبابيليتي هو التقاطع يعني ايه تقاطع بي كومبليمنت على احتمال الشرط يعني احتمال بي كومبليمنت طيب احنا ممكن بقى نسبت رول زي ما قلت ايه كومبليمنت تقاطع بي هي عبارة عن بي مينس ايه طيب لو انا عايز ايه ايه تقاطع بي كومبليمنت ده يبقى ايه ده يبقى ايه ايه مينس بي والاي مينس بي تحل ازاي هو احتمال الايه ناقص احتمال التقاطع فيبقى كل ده على بعضه عبارة عن احتمال ايه ناقص احتمال ايه تقاطع بي على احتمال بي كومبليمنت انا بكتبش بس بي اوف وكده عشان بكتب الموز بالعافية فانتوا فاهمين يعني فاحتمال الايه معايا ايه تقاطع بي معايا البي كومبليمنت معايا هو واحد مينس بي يعني ممكن نكتب هنا واحد ناقص البي على طوق يشكن بي منذ فكده الرقم سي كده انا عرفته جب السؤال الرقم تلاتة بيقول ان في ايه واحد عايز تشترها عربية عنده مختلفات منها ان البادي اسايل بتاع العربية والأنجينز ديها 4 للحجم بتاع العربية وعنده 8 الوان مختلفين بالعربية. فبيقول بكم طريقة او هاو في كام عربية مختلفة يقدر يختارها. السؤال ده سهل ده كل حاجة ممكن اخد منها يعني لو مثلا بنمثلها كده ان انا عندي اربع حاجات فكل حاجة ممكن اخد منها يعني الاول اقدر اخد ستة وكل واحدة من الستة اقدر اخد اخد اصادها اربعة من اللي بعدها كل واحدة من هنا او من هنا اقدر انا اخد اتنين كمان وثمانين. فدي برودكترول صريحة ان انا هضرب بس كل طول في بعض يعني ستة في اربعة في اتنين في ثمانين. السؤال اللي بعده بيقول انا عايز اختار تلاتة منهم انا عايز اختار اتنين عشان يكونوا لجنة. بكم طريقة قادر اختار الناس دي. طيب هل هنا ذكر التكرار يعني انا لو في سبع رياضيين اخترت منهم احمد ومحمد. لو انا اخترت محمد واحمد بالعكس. هل ده حاجة هل ده اوبشن زيادة ولا نفس الابشن? ده نفس الابشن. انا اخترت دي نفس الشخصين. فبالتالي ايه هنا هستخدم? هستخدم كومبينيشن هستخدم سي. فانا هضرب بخمسة سي تو. يبقى انا كده جبت احتمالية ايه? ان انا اختار تلاتة من سبعة معاهم اتنين من خمسة. يبقى دي كل الطرق او عبدالطرق ان انا اختار خمسة رياضيين واثنين فيزيائين اكون بهم اللاجنة بتاعت. طيب السؤال رقم خمسة. بيقول ان في تو بويز وتو جيرلز. نقعدين في قاعة كده. وفيه اربع كراسي. الاربع كراسي دي الموجودين ورابعض. انا اروه في صف. يعني طبعا مثلا نفتح هنا كده. عندنا مثلا هنا كرسي. وهنا كرسي. الكرسي الثالث. الكرسي الرابع. فيه اربع كراسي ورابع. هو بيقول ايه بقى? ايه احتمالية ان البنات يقعدوا على يعني بنت تبقى هنا. وبنت تبقى هنا. محتاجين يفكر بقى هل يعني هل الترتيب بتاعي يفرق ولا لا? السؤال اللي قبل قلنا لا. منطقيا لا. طيب لو انا عندي بنتين. مسلا بنت اسمها ايه? وبنت اسمها بيه. وانا ببص على البنات دول من البيه. لقيت ان البنت ايه? قعدة هنا. والبنت بيه قعدة الجهة التانية على الطرف اللي في الاخر. لو جيت وبص على تانى لقيت ان البنت بيه قعدة هنا. والبنت ايه? قعدة هنا. هل ده احتمال تاني ولا؟ ده نفس الاحتمال. لا هنا ده احتمال تاني. لان لو واحدة قعدة في اول كرسي واحدة في اخر الكرسي. لو بدله سوا. فده بقى حاجة تانية خالص. فبالتالي هنا الترتيب يفرق. الترتيب فارق معي. طيب. الترتيب فارق معي. الترتيب طرح ما الترتيب بيفرق. فبستخدم حاجة من الاتنين يا برميوتاشن. يا بستخدم قاعدة الضرب. ملتبليكيشن رو. طيب. ولو افترضنا. شعر نجيب استيكا. لو افترضنا ان البنات اسمهم ايه و بي. والولاد اسمهم سي و دي. حلو. في كم طريقة البنتين يبقوا على الاطراف والولاد يبقوا في النص. لو عايزين نحل بسرعة ونشوف انا الواحد بيفكر ازاي. انا كده كده دول فكست صح. دول كده فكست. البنات لازم يبقوا على الاطراف. طيب. ازاي اجيب كل الترتيبات لحاجة. ده رول مشهورة هي مضروب ان. يعني لو عندي خمس اشخاص قاعدين في الصف. وعايز رتبهم كل الترتيبات الممكنة بتبقى ايه مضروب ان. طيب انا عندي بنتين. هنا وهنا. عايز رتبهم فيما بينهم في المكانين دول بس. يبقى كام? يبقى مضروب اتنين. طيب. لو انا بقول ايه و بي و سي و دي في النص. طيب لو ال ايه و البي لسه في مكانهم. والسي و الدي هما اللي تغيروا. الولادين تغيروا اماكنهم. لو جيت ابص على الصف كده اللي قاعد في الصف تغير. فانا محتاج البنات يترتبوا في بعض. والولادين اللي في النص برضو يترتبوا في بعض. هما ولدين يبقى انا عندي كمان مضروب ايه مضروب ان. وده مزاق الضرب. لان دول بيتبدلوا ودول بيتبدلوا في نفس الوقت. لو عايزين نجيب كل الاوبشنز حتى نبص عليه هنعرف في يليه مضروب اتنين فى مضروب اتنين. احنا عندنا ممكن اي بي. و سي دي او دي سي. او بي اي. و يبقى فيه هنا سي دي. او يبقى فيه دي سي. فكده احنا فعلا عندنا اربع طرق ان البنات يبقى عندنا على الاطراق. طيب هو مش عايز عادة الطرق هو عايز البروبابيلتي. طيب انا كده جبت. احنا عارفين البروبابيلتي لها رول مشهور لو عايز ببروبابيلتي حدث. هو عادة طرق الحدث ده. يعني الان بتاعت الايفنت. على عادة طرق السامبلس بيس كله. فعادة طرق الايفنت مضروب اتنين فى مضروب اتنين يعني اربعة. طيب عادة طرق السامبلس بيس. والله هو ايه عادة طرق ترتيبي للاربع اشخاص في صفح. مضروب ان. يعني كده الحل في مضروب اتنين. يعني شي كبيرة شوية. على مضروب اربعة. اللي هو عادة الطرق بتاعت الترتيب بتاعتهم كلها. متى كده حل السؤال. طيب اصلا ممكن احل السؤال ده. اه بس ملهاش لازمة. هم شخصين وعايز اختار بينتين يواضوا فى اي مكان فهاكني هعمل اتنين بي تو. اتنين بي تو دي تتفكد بقى ايه? يبقى اتنين فى واحد. فمش مستهل ان انا عمل برميتيشن يوم مضروب ايه على طول. طب انا هرتب اشخاص في اماكن والاماكن قد الاشخاص بالزبط. يعني مثلا برضو عشان تجوا فاهمين قصدي. لو انا عندي تلات كراسي وهم بنتين بس. لا لازم برميتيشن. تلاتة بي تو. طب لو اربعة كراسي وبنتين يبقى اربعة بي تو. انما لو الكراسي يقد الاشخاص بالزبط. فاستخدم فكتوريال على طول. يبقى ايه فكتوري. انا اطاولت شوية فى السؤال ده بس عشان في كزا حد يسألني فيه وكده فعشان يبقى السؤال واضح يعني. طيب السؤال اللي بعده. بيقول ان فيه دقيق صندوق كده. فيه سبعة كرات سودا. خمس كرات بيضة. وفيه كرتين لونه محمر. لو احنا سحبنا ثلاث كور وزاوية. يعني الكورة اللي انا بشيلها ما بترجعش تاني. يعني لو سحبت كورة عدد الكورة التوتل بيقل. فيه لك. يعني ايه احتمالية ان الكورة اللي انا سحبتها دي تبقى من نفس اللون. طيب. هل هنا الترتيب يفرق؟ يعني لو انا سحبت ثلاث كور صفر. كورة صفر مثلا او ثلاث كور لونه محمر سود. كورة سودة كورة سودة كورة سودة كورة سودة. لو انا كنت سحبت الكورة السودة دي قبل التانية بقيت كورة سودة كورة سودة كورة سودة. هل يفرقهم عن بعض؟ ولا ما يفرقوش؟ ما يفرقوش. انا لو ببص على ثلاث كور في ايه ذلك لونه محمر سود. وانت رأت سحبت ثلاثة غيرهم. أبص عليهم وانت غيرت ترتيب الأولى بدل الثانية هما ستيل ثلاثة كور لونهم السويد. يعني هما نفس الكيان هما نفس الحاجة. يعني الكورة دي مش مثلا مخططة والكورة دي مخططة بالخط مثلا بالطول إنما دي بالعرض فلو تبدله بدل بعض يفرق. لأ هنا ده ما يفرقش. هي نفس الكورة. فبالتالي أنا هنا هستخدم طيب. هو عايز ايه? عايزهم يبقوا من نفس اللون. طيب. بالنفس اللون يعني منطقة. يا إما أسحب كل سود. يا إما كل أبيض. يا إما كل أحد. طيب. يعني أنا عندي سبع كورة لونهم سود. أنا عايز أتشوز منهم ثلاثة. كده أنا سحبت ثلاث كورة لونهم سود. أو أنا مش هسعب في النفس الوقت بقى. ده احتمال جديد. أو حاجة جديدة. إن الخمس كورة اللي لونهم أبيض أتشوز منهم ثلاثة. تمام؟ أو الكورتين اللي لونهم أحمر أتشوز منهم ثلاثة. طيب هل ده منطقي؟ أنا عندي كورتين هختار منهم ثلاثة. مش منطقي. فبالتالي الاحتمال التالت ده غلط. ومن فاش تكتبه على الآلة. اتنين تشوز ثلاثة يديك إيرو. فده زير. ملوش أي أبشة. على إيه بقى؟ على احتمال إن ان انا اختار اي تلت كور عشياء طيب هو عدد الكور كم؟ خمسة واتنين سبعة سبعة وسبعة اربعتاشر يعني عدد الكور كتوتل اربعتاشر كورة يبقى انا هقسم على اربعتاشر كورة هتشوز منهم ثلاثة. كده انا جبت ايه؟ عدد الطرق بتاعة الايفنت اللي هو طلبه؟ على عدد الطرق بتاعة السامبل اس بيس كلها؟ يبقى انا كده جبت البروبابيليتي اللي هو طلبه ده بالنسبة للسؤال رقم ستة. طيب السؤال رقم سبعة سؤال رقم سبعة بيقول ان فيه عيلة فيها 3 children ايه احتمالية ان ال children اللي في العيلة دول كلهم ولاد؟ given that ان على الاقل فيه ولد واحد سبنا دلوقتي من given that دي فعلى الاول لو فيها عيلة فيها ثلاث اطفال ايه احتمالية ان كلهم يبقوا ولاد؟ اهم حاجة بس اعرف احدد في السؤال هالي هو combination or permutation في الاغلب لو ما قالش كلمة ان فيه ترتيب او فيه حاجة معينة بتدل على الترتيب هي combination بس المحتاجة افهم برده عشان لو مش باينة يعني سؤال رقم خمسة كان كتب انا رو و سيتسو كان مش باينة قوي بس لما تترسم تتفهم ان هي فيها ترتيب رقم سبع هنا هو بيسألني بيقول لي انا عندي يعني انت خيل دلوقتي ان فيها عيلة بتخلف كل مرة شخص كيان الكيان ده ايه يا بيه؟ او تعالوا نقول لي يا بوي يا جيرل لو الفاميلي دي خلفت الاول بوي بعدين بوي بعدين جيرل ده نفس الحاجة ولا حاجة مختلفة؟ انت ممكن تفتكر ان اهتر انا كتبت نفس الحاجة اللي انا نسك كتبها فوق اللي انا غيرتها انا البي دي جبتها مكاني البي دي يعني بدلت ولد بولد هل ده حدث جديد؟ لا هو نفس الحدث انت اصلا اللي هو انت قلت ايه الهتر اللي انا بعيد الحاجة ليه؟ هو فعلا ان كده بعيد الحاجة لان الترتيب مش فارغ هو العيلة فيها ولدين ولد جاء في الاول ولد جاء في التاني الولد ده جاء قبل ده مش فارقة وبرده جاء ولدين في الاول فبالتالي دي combination طيب combination طيب ما عرفته يا نوح ايه؟ دي السؤال بأسات وبيقول لي ان عندي عيلة فيها ثلاث اشخاص ايه احتمالية ان كلهم يبقوا اولاد؟ يعني ثلاثة عايزة تشوز منهم ثلاثة عشان يبقوا اولاد طيب ثلاثة تشوز ثلاثة بكام؟ بواحد هلو في كده انا لسه ما جبتش الprobability انا كده جبت عدد الطرق انا عايزة اجيب probability ان الثلاثة يبقوا بويس ان الثلاثة يبقوا لا طيب هي ثلاثة تشوز ثلاثة على مكان بقى يعني المفروض total اللي احتمالات قد ايه؟ طيب total اللي احتمالات المفروض تبقى ايه؟ اما ثلاثة تشوز zero يعني الثلاثة مفروض شوه لا ولد او الثلاثة فيهم ولد واحد ثلاثة تشوز one تعالوا نكتبها كده عشان نوفر يعني كده او ثلاثة تشوز two اللي يبقى فيهم ولدين او ثلاثة تشوز ثلاثة اللي يبقى فيهم ثلاثة ولاد صح كده؟ يبقى كده احتمال ان الثلاثة يبقوا ولاد هي ثلاثة تشوز ثلاثة على ثلاثة تشوز zero زي الثلاثة تشوز one زي الثلاثة تشوز two زي الثلاثة تشوز three في بقى relation تجمع كل ده بدل ما اكتب كل ده افرض مثلا عندي مية الائلة ثانية الطفل وهذا جمع القلة بقى تشوز 0 وتشوز واحد لحد اصد مية لحد مية تشوز مية لو انا بجيب ن تشوز i من صفر ال n ده على طول باثنين قصة i يعني ده على طول باثنين قصة ثلاثة يعني المقام ده كله ممكن اشيله وقته باثنين قصة ثلاثة ليه بروف ليه بروف يعني جاي من البيانوميا السيرم اللي هي بتاعت a زائد b بس ملناش ده و احنا بالبروف دلوقت انا ممكن اقول لكم حكاة تانية تقولك ده جاي منين يعني مش بنقول العيلة فيها 3 children صح ال children الاولاني يا ولد يا بنت يعني له احتمالين التاني يا ولد يا بنت يبقى احتمالين التالت يا ولد يا بنت يبقى احتمالين اضرابهم في بعض يبقى 2 و 3 كده انا قلتلك احسب probability السيمبلس بيس او عدد طرق السيمبلس بيس اللي هي اللي المقام ده كذا طريق تحسبها multiplication rule تحسبها 2 قص عايز تحسبها c براحتك كده انت عشان تبعارف كل حاجات من ايه طيب انا كده جبت probability ان التلاتة يبقى اولاد طيب هو بقى بيقول لي ايه بيقول لي انا عايز التلاتة يبقى اولاد بس given that ان على الاقل العيلة فيها ولد يعني بشرط ان العيلة فيها ولد يعني هو عايز احتمال حاجة بشرط حاجة تاني يعني عايز احتمال تلاتة اولاد بشرط ولد واحد ده اللي هو عايزه طيب احتمال سcadell بشرط ان فيه واحد ولد ترامات ده conditional probability بقى انا عايز اتقاطع يعني عايز احتمال ان السcadell تقاطع مع انه at least ولد ده مش ولد واحد ده assist على احتمال الشرط يعني على احتمال انه هو at least ولد تعالوا الاول نشوف احتمال الشرط ده يجي أزاي احنا قلنا احتمال ان التلاتة أولاد هو تارتة تشوز تلك على كل ده at least ولد يعني لو هنعدي الفوق هنا يبقى انا عندي ايه؟ يعني اما تلاتة ولاد تلاتة تشوز تلاتة او تلاتة تشوز اثنين او تلاتة تشوز واحد صح كده؟ يبقى انا كده جبت احتمال الشرط اللي هو المقام ده اخدوا بقى لكم برضه لو البسط كبير قوي يعني مثلا عندي مية او بقى ميتة تشيلدرن وبقول لك عايز اتليست ولدين فهتكتب كتير قوي ممكن تعكسها وتقول واحد ناقص الشرط يعني انا عايز يبقى فيه واحد ناقص عدد طرق واحد دي اللي هي يعني بعد روحات انه هو يبقى ولد او صفر لشان اقول لك انا عايز اتليست اتنين يعني عايز من اتنين لمية فهت احتمالية انه هو يبقى مفيش ولا ولد واحتمالية انه يبقى فيه ولد واحد ويبقى واحد ناقص ده بحيث ان التانين يتحسبوا بسرعة يعني لو فيه حاجة بتتحسب يعني حاجة كبيرة بعضة احسبها كتير احسب العكس ويقولوا واحد ناقص اللي انا حسابته ده ما علينا احنا كده لحد دلوقتي جبنا ايه انا جبنا probability التلاتة بيه وجبنا probability ان at least boy طيب التقاطع ده بقى اجيبه ازاي التقاطع يعني ان انا عندي three boys وat least one boy التقاطع ده ايه بالزبط او همشي المسألة ازاي اجيزت في التقاطع حاول ترسمها او تتخيل يعني دلوقتي تخيل ان at least one boy هي الدائرة دي طب احتمالية ان انا يبقى عندي ثلاثة ولاد ده هيبقى ايه هيبقى جوة الدائرة دي ما هو الدائرة دي جواها احتمالية ولد او ولدين او ثلاثة وانا عايز احتمالية ثلاثة اكيد كلها بتقع جواها فبالتالي تقاطع ثلاثة ولاد مع at least one boy هو احتمالية ثلاثة ولاد على طول يعني التقاطع ده مع ده هو ده فبالتالي الكونديشنال دي اللي هي ايه احتمالية three boys بشرط one boy هي تبقى probability three b على probability at least one boy ويبقى ده الحل على الطوق ويبقى التقاطع هنا هو هو b3b على طوق طيب هل في حاجة حل اسرع من الحل ده اهو في حل اسرع لانا ننسح ده في طريقة تانية ان انا لو عايز احسب حاجة بشرط حاجة ان انا جيب الشرط يعني اجيب الشرط اللي هو عايزه ده واخد من الشرط الحاجة بتاعتي بمعنى ايه احتمالية ان هي at least one of them is a boy احتمالية ده او عدد طرق ده مش عايز الاحتمالية انا عايز عدد الطرق ثلاثة تشوز ثلاثة زائد ثلاثة تشوز اتنين زائد ثلاثة تشوز واحد ده احتمالية ان at least one طيب جوه ده ايه احتمالية ان الثلاثة يبقى اولاد جوه ده بس ثلاثة تشوز ثلاثة ثلاثة تشوز ثلاثة فقوم واخد الجزء اللي انا عايزه من الشرط واحطه في البسط يبقى ثلاثة تشوز ثلاثة بس كده انا حسبت احتمالية ان الثلاثة boys given that ان at least one boy حسبتها على طول ده اصلا اللي انا كاتبه في الورق لو انت عايز تحسب بي بشرط ايه فانت بتجيب عدد طرق يعني لو انا عايز احسب بي بشرط ايه بجيب عدد طرق بي اللي جوه ايه واقسم على عدد طرق ايه على طول ياريت تبقى مفهومة يعني السؤال رقم تمانية بيقول ان في زهرينة رامو ايه احتمالية ان على الاقل في وش من الوشوش بستة طيب السؤال لو رخم اسرد السامبل اسباس السؤال لو صعب اسرد السامبل اسباس بس ممكن السامبل اسباس تبقى رخمة بالنسبالي لو يعني مثلا لو انا عندي دايس ليه همية وجه لو هدرس السامبل اسباس الموضوع ده صعب فحنا عايزين نحسب الموضوع ده بالايه بالكاونتر فانا لو عندي مكانين ايه احتمالية ان على الاقل على الاقل واحد فيهم بستة اول حاجة ممكن ده يبقى بستة فهو احتمال واحد وهنا عندي كما احتمال ستة احتمالات يعني لو ده ستة حطه اقصده اي حاجة يبقى كده في ستة زهرت او يعني لو خدنا ده كده يعني حطناه في بلوك عندي حاجة تانية ان التاني هو اللي يبقى بستة وده ليه ستة احتمالات من واحد لستة طيب هندربهم في بعض وهنا هندرب دول في بعض يبقى كده ستة في واحد بستة زائد ستة في واحد بستة يبقى كده كامل يبقى كده اتناشر ده غلط ليه بقى لو جي تاسرد هلا يوم حداشر مش اتناشر طيب ليه ده غلط لو انا عايز اجيب احتمالات ان احتمالات ان يعني انا عايز اجيب ده او ده يعني انا بجيب اتحاد عايز اجيب اتحاد ايه ان الاولان بستة صح او السكند بستة انا عايز احسب عدد طرق يعني التعالون نعمل دي ان عدد طرق ان الاول بستة او التاني بستة اي اتحاد دي جينرال رول بتاعت الاتحاد ايه هو احتمال الاول اه احتمال الاول زائد احتمال التاني ناقص احتمال التقاطع ان انا اشيل التقاطع منهم ده مهم جدا لازم دايما وانا بجيب اتحادة باخد بالي منه فاحتمال ان الاول يبقى بستة ستة احتمالات وان التاني يبقى بستة ستة احتمالات طب التقاطع بتاعهم يعني الاتنان يبقوا بستة في نفس الوقت دي بكام طريقة عشان الاولان يبقى بستة هي طريقة واحدة وان التاني يبقى بستة هي طريقة واحدة يبقى التقاطع بواحد يبقى كده المفروض ستة زائد ستة ناقص واحد يعني 11 يبقى كده عدد الطرق إن at least فيس واحد يبقى ب6 هم 11 طريق هقسم على كام بقى على كل الطرق بتاعت الظهر كل الطرق بتاعت الظهر هي ايه؟ يبقى الاولان يبقى اي رقم من الستة والتاني يبقى اي رقم من الستة يعني 6 في 6 يعني 36 يبقى كده هقسم على كام على 36 الانصر ب11 على 36 مش 12 دي مهمة جدا يعني لان بعد كده برحته بقى يعني لو هيقول عندي زهر 100 مش هاد اسرد لو 100 بيقولي at least مسلا فيه وش ب5 يبقى انا عندي 1 ب100 يبقى كده الاولاني ب5 وبعدين عندي 100 في 1 يبقى كده التاني ب5 ده هيطلع 100 احتمال وده 100 احتمال واشيل تقاطع يعني الاتنين ب5 بيبقى total قد ايه 199 احتمال على كام على 100 في 100 يعني 10 احتمال طيب الجزء التاني في السؤال بيقولي تب ايه احتمالية ان at least one of the two faces is 6 كده انا لسه جايبه من شوية بس بشارط if the two faces are different يعني بشارط ان ال two faces دايما هيبقوا different حلو انت بتقول ان ال two faces is different بتعالوا نماشي السؤال هو لو هنجيبي السامبل بكم طريقة اقدر ارمي الظهور بحيث ان ال two faces تبقى different لو انا عندي ده اول 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 صهر وده الظهر التاني لو انا اخترت رقم هنا انا عندي 6 ارقام لو انا اخترت رقم هنا في رقم L يعني انا عندي من 1 بس 6 انا اخترت 6 المرة الجاية معي من 1 ل 5 بس لان انا مش عايز الرقم يتكرر زي وزاوة يعني عندي مثلا من 1 ل 6 اخترت 3 بقى متاح لي مين 1 2 2 4 5 6 متاح لخمس ارقام بس فلو هنا معي 6 ارقام هيبقى هنا كم خمس ارقام يعني total قد ايه 30 ده يعني ده اللي هو احتمال الشرط مش انا عايز اجيب حاجة بشرط حاجة فانا عايز اجيب التقاطع على احتمال الشرط فاحتمال الشرط اللي هو في المقام بتلاتين طيب ايه احتمال بقى ان يبقى فيه وش واحد بستة وفي نفس الوقت ما فيش وشين يتكرروا الاولاني لو بستة التاني هيبقى بكام خمس احتمالات بس ماينفعش يبقى بستة برضو هيبقى له options من واحد بخمسة طيب لو التاني هو اللي بستة يبقى الاولاني اللي هو خمس احتمالات بس هيبقى كده total كام خمسة زائد خمسة دول ضرب يعني يعني كده total عشر طيب انا كده عندي الاحتمال البسط هيبقى ب10 والمقام هيبقى ب30 يبقى كده 10 على 30 يعني بتسوي total عايز تقتنع اكتر ومش بيستقلي هات الزهور النارد اكتب كده ورقة كل الاحتمالات هنا واحد معها واحد واحد معها اثنين واحد معها ثلاثة واحد معها هات كل الاحتمالات شيل منهم المتشابهين يتبقى لك اللي مش متشابهين هيبلاقهم 30 ومشوفي الستة في اللي متبقي زهرت كم مرة هتايع عشر حتى انت لو ما فهمتش دي دعنا نمشي بالعكس يعني كل الطرق بتاعت الزهور كام 36 احنا متفقين على كده طيب بكم طريقة يبقى فيه اثنين زي بعض يعني اما واحد واحد يعني اما اثنين اثنين يعني اما ثلاثة ثلاثة لحد ستة ستة يعني فيه ستة احتمالات هيبقى اللي اثنين زي بعض يعني كده ستة وتلاثين ميناس ستة يجيبلي السؤال رقم 9 ده فيه سوء كتير اقوي سألني فيه يعني هو بيقول ان انا عندي الصندوق الصندوق ده فيه ميت سيميكندكتور في منهم عشرين وواحد بايز يعني فيه عشرين سيميكندكتور يمكن نسميه اه ديفكتف فيه عطل وفيه ثمانين تانين يمكن نسميهم مثلا اكتف او شغالين ليه ثمانين لان كلهم مئة فلو ده عشيني بقى البقية تمانية بيقولي ان هو سحب شرحتين بعشوائية من البوكس ده وزاوية ريبلس يعني اللي بيسحبه ما بيرجبه عشتين ايه احتمالية ان ايه احتمالية ان اول واحدة اسحبه يبقى بايس تعالوا نتكلم في الحكاية كده ونشوف هتقتنعوا بالكلام ولا لا ونشوف برضو الرولز هتطلع نفس الكلام ولا لا تعالوا مبدئيا ان احنا بنقول انا دلوقتي قدامي صندوق في عشرين حاجة بايزة واتمانين حاجة سليمي два بيتطلب ايه يقولي ايه احتمالية ان الاول يبقى بايس وانا هسحب اثنين انا مليش معا وبالتنين انا لسه رايح اسحبه لسه انا لسه احط ايدي واسحب في احتمالية ان انا طلع حاجة بايزة ام عشرين بس وتوتا المية يبقى عشرين على مية على طول حتى لو بيقول ان انا هسحب ميت كورة او هسحب تمانين كورة ايه احتمالية ان الاولى بايزة ايه 20 عالمية على طول من غير الحسابات طيب مش مصدقني تعالى لاني سرد انا هسحب كورتين صح ايه الاحتمالات بتاعت الكورتين يا اما الاولى الاولى تبقى بايزة يعني الاولى اللي اخدها تبقى بايزة يعني 20 لو هنفترض ان دي الشريحة الاولى ودي الشريحة التانية يا اما الاولى بايزة والتانية سليمة يا اما الاولى بايزة والتانية بايزة بس لو التانية بايزة هيبقى 19 لانه زود ريبل اسمت يعني انا 20 خدت منهم واحدة يتبقى 19 اخدهم للتاني يبقى ده احتمالة 20 80 وهنا 20 19 دي كل احتمالات ان الاولى بايزة صح طيب عايزين ندرب دولف بعض ونجمع عملناها على القلة 20 في 80 زائد 20 في 19 هتطلع واحد تسعة تمانين طيب في المقام هنكتب ايه انا عندي دلوقتي صندوقين الاولاني عندي ميت اوبشن وانا بس حبقى مش عزقتهم ميت كورة فانا في الاول عندي ميت احت اختيار بعدها هيبقى عندي كامل 99 اختيار يعني كده واحد تسعة تامانين على مية في تسعة وتسين يعني على تسعة تسعة زيرو زيرو على تسعة تسعة زيرو زيرو هتطلع بكام هتطلع باثنين من عشر طلعت برضو باثنين من عشر يبقى انا دلوقتي لما جيت هسرد السؤال كله واقول والله الاولى بايزة والتانية سليمة تب الاولى بايزة والتانية برضو بايزة واسمت على احتماليات السامبلس بيس كلها طلعت باثنين من عشر تبقى انا اجهل بالي ليه ما عودش بقى اكتب كل ده هو بيسألني على الاولى يبقى روح اجيب اكيني لسه انا ااخد كرة واحدة على طول هي باشين على مين طيب المطلوب التاني بقى عاوز ايه بيقول ايه احتمال ان التانية بايزة في شرط ان الاولى كمان بايزة يبقى ده conditional probability دخلنا في احتمال مشروط لو مثلا هنفترض ان اول الحاجة اللي هو طالبها اسمها اكس وان الشرط اسمه y فهو كده عايز ايه عايز probability x في شرط ال y او عايز ده المطلوب اللي هو عايزه طيب احتمال x في شرط ال y عبارة عن ايه x تقطع ال y شرط احتمال x تقطع ال y على احتمال ال y احتمال ال y معايا باثنين من عشر انا جيبه من اول مطلوب طيب probability x تقطع ال y يعني ايه x تقطع ال y يعني ان الاولى بايزة والتانية في نفس الوقت بايزة ده احتماليته قد ايه سهلا نرسم ونشوف انا عندي صندوق والصندوق التاني الاول لازم ببقى بايز يعني عندي عشرين اختيار من البيزين اللي هم ال defective ويزاوية ريبل اسمت فدلوقتي بقى 19 فالتاني لو كم احتمال لو 19 يبقى دي عادة طرق ان التانية بايزة والقولة بايزة في نفس الوقت بس انا مش عايز عادة طرق انا عايز probability يبقى لازم اقسم على السمبلز بس كله اللي هي كام اللي هي 100 في 99 اللي هي في نفس الوقت ممكن تقول 100 بي 2 100 بالميوتشن 2 طيب ده يطلع كام عشرين في التسعة عشر على 100 في 99 هيطلع تقريبا بصفر بوينت ثلاثة تمانية ثلاثة في زيرو هنا كامل يبقى ده probability التقاطع طب انا عايز عايز conditional مش عايز تقاطع يبقى أقسم على الشرط أقسم على بي اوف وي بي اوف وي اللي هي بكام باتنين من عشر يبقى أقسم الرقم ده على اثنين من عشر لو قسمت على اثنين من عشر هيطلع 0.191919 اللي هو كان مكتوب في البي دي اف في نهاية لا كده تاني مطلوب طيب التالت مطلوب او المطلوب الأخير كان عايز ايه يقول what is the probability that that both are defective مش ده شبه الاول الرقم بي ما رقم بي برضو كان عايز ان الاتنين يبو defective لا بس الصفر رقم بي عايز ان الاتنين defective بشرط ان الاولى defective يعني conditional عايز ان الاتنين بيزين بشرط حاجة انما تحت هو عايز ان الاتنين بيزين عموما في السامبل اسبيس كلها فبالتالي هنعمل ايه السؤولين اللي انا مسحت دول هعمل ايه الاولى بيزة 20 التانية تبقى بيزة يعني 19 اللي احنا لسه كتبين وعلى ايه على السامبل اسبيس كلها اللي هي 100 في 99 بس المرة دي مش هقسم على اثنين من عشر انا كنت بقسم على اثنين من عشر لان عايز ان الاتنين يبقوا بايزين بشرط ان الاولى بايزة فلازم اقسم على احتمال الاولى انما هنا هو عايزها في المطلق في العموم فيبقى الانصر بيضاء على طول كده هو نفسي اللي فوق بس مش هنقسم على احتمال الشارت السؤال رقم عشرة ده كان محلول غلط في البيدي اف هو بيقول لو انا عندي كارد مترقمين من واحد لعشرة لو تقلق لكن الكارد اللي اتسحبت هي على الاقل خمسة ايه احتمالية ان هي تبقى عشرة لا حتى لو مش هنفكر في كونديشنال بروبابيليت ولا اي حاجة بالمنطق كده الاول انا كنت فاكرا انهما من واحد لعشرة انا قلتلك لا والله هو كارد اللي اتسحب قتليستي يعني من خمسة لعشرة يبقى احتمالية انه هو عشرة كام يبقى انا السامبليس بس بدل ما كانت من واحدة لعشرة صغرت بقيت من خمسة لعشرة لاني بقيت عارف الرنج اللي انا بيدور فيه فبالتالي من خمسة لعشرة دول كام رقم ستة اركام ايه احتمالية انه هو يبقى عشرة يعني هو احتمال واحد بس انه يبقى عشرة واحد على ستة واحد من الستة اركام فالبروبابيليتي واحد على ستة على طوب طيب لو عايز اشتغل كوانين ورولز واشغل بالي السؤال ده كونديشنال يعني ايه لو انا اعتبر ان سميناه مثلا ب وانه هو يبقى عشرة سميناه ايه فهو كده عايز احتمالية الايه بشرط البي عايز احتمالية ان هي عشرة بالشرط ان هو ده نجيبه ازاي نجيبه الاول تقاطع ايه مع بي طب ايه تقاطع ايه وبي لو انا مثلا رسمت البيان دياجرام كده والدايرة دي بيتمثل الارقام من خمسة لعشرة طب رقم عشرة فين في الموضوع ده جوة الدايرة دي فالتقاطع هو احتمال العشرة على طول طيب احتمال ان يطلع لي عشرة من عشرة ارقام كامل واحد على عشرة طيب احتمال ان يطلع لي ارقام انا اقسم بقى الاحتمال الشرط احتمال ان يطلع لي ارقام at least 5 قد ايه 6 ارقام من عشرة يبقى كده واحد على عشرة على 6 على عشرة فيطلع لي في الاخر واحد على 6 اللي هو كان ممكن اجيبها على طول يعني بدل من استخدم الرول دي استخدم الرول التانية اللي هو لو فيه احتمال مشروط اجيب عدد طرق الشرط عدد طرق الشرط واشوف ايه موجودة فيه قد ايه يعني عدد طرق at least 5 قام 6 العشرة موجودة كم مرة واحد يبقى كده واحد على 6 على طول سؤال رقم 11 بيقول ان فيه محلات A و B و C المحل الاول فيه 50 شخص التاني فيه 75 التالية في مية المحل الاول 50% من العمال ومن والتاني فيه 60% منهم ستات واللي بعده 70% ستات بيقول ان فيه عامل استقار والعمل ده كان ست ايه احتمالية ان هو كان شغال في المحل C بشكل هنا مديني محلات وفيهم تقسمات وبيسألني على احداث الدنيا ملغبطة ومش عارف من راح فين احاول ارسم دياجرام او ارسم 3 للسؤال هو بيقول لي ايه بيقول لي ان فيه Stores والStore الاولان اسمه ايه والStore التاني اسمه B والStore التاني اسمه C ثالث قصد بانا كده عندي 3 Stores هلو يعني انا دلوقتي لو باختار Random Variable او فيه حدث عايز يحصل اللي هو ان فيه 6 تستقيل فيهي تستقيل يا من A يا من B يا من C هل بالتساوي هل كلهم بنفس الاحتمال لا لو عموما شخص استقال يعني لو سيبك من السؤال ده كله لو بولك فيه شخص استقال ايه احتمالية انه يبقى من A ويه احتمالية انه يبقى من B ويه احتمالية انه يبقى من C احتمالية ان الشخص الاستقال يبقى من A هو 50 على العدد التوتر ده احتمالية انه يبقى من A لانه هم كلهم كم شخص 225 شخص ده منهم 50 موجودين في إيه فلو واحد استقال من إيه احتمالية ده 50 على إيه على 225 فبالتالي تري هنا البرسنتج اللي هتكتب على كل فرع أنا محتاج أحسبها يعني اللي هنا هي كام لو أنا أحسبها هنا الفرع إيه هتبقى 2 على 9 اللي هو عادده على التوتل وهنا هتبقى تولت عدد الناس اللي فيB على التوتل وهنا هتبقى 4 على 9 عدد الناس اللي فيC على التوتل ده كده اول لفل في التري احتمال ان الشخص عموما بعيدا هو ست ولا راجل يبقى من اي فرع من الفروة خمسين خمسة وسبعين مية طيب يقولك ان الفرع ايه خمسين في المية ومن يعني عندنا هنا نص ان هما يبقوا ايه يبقوا ستات تم كده يبقى نص ان هما يبقوا رجال ان هنا يبقوا ايه رجال طيب البي فيه في ستين في المية يعني ستة من عشرة ان هما يبقوا من فيه اربعة من عشرة ان هما يبقوا ايه يبقوا من طيب المحلسي سبعين في المية يبقوا من وعندنا ثلاثين في المية ان هما يبقوا من كده احنا عملنا دياجرام لكل السؤال نرجع نشوف بقى هو طالب ايه هو بيقول لي لو في عمل استقال والعامل ده ست ايه احتمالية انه يبقى من سي يعني بيقول لي ايه احتمالية ان شخص يستقيل من سي بشرط انه هو ست فاهمين بليه معكستش هو طالب probability انه هو يستقيل من سي يعني لو سمنا الحدث ده ايه فهو طالب probability of a هل طالبها عموما لا طالب لو الاستقال ست يعني عايز probability ايه بشرط ان الاستقال ست يعني طالب probability عنصر مرحلة اولى بشرط عنصر في المرحلة تانية ده عبارة عن ايه ده بيه السير يعني لو انا طالب probability مرحلة اولى بشرط مرحلة تانية يعني هو انا طالب ان هو ايه لا هو طالب سي طالب سي بفرع سي بشرط ان هي تبقى ايه هو من يبقى استخدم بيز. تب بيز بيقول لي ايه? فوق هجيب التقاطع. تقاطع سي مع دابليو. احتمال التقاطع على احتمال الشرط. على بي و دابلي. ده بعيدا عن بيز يعني اصلا الكونديشن البروبابليتي بتتفكي كده. التقاطع على الشرط. طيب التقاطع بيجي ازاي على تريد وضرب المسار. يعني التقاطع هيبقى كده. سبعة من عشرة فاربعة على تسعة. تبريق دابليو دي. بقى احتمالية عنصر مرحلة تانية. يعني ده ايه? توتال بروبابليتي. توتال بروبابليتي بيتحسب ازاي كل المسارات اللي تودي للدابليو. يعني اتنين على تسعة في نص. زائد تلت في ستة من عشرة. زائد اربعة على تسعة في سبعة من عشرة. يبقى كده بقى معي البسط. وبقى معي المقام. اقسمه على بعض. يبقى انا كده حلت السؤال. سؤال رقم اتناشر. بيقولي ان انا معاي سري كوينز. في كوين منها. التو فيس بتاعها هيدز. وفي كوين. التو فيس بتاعها تيل. وفي كوين تالتة فيها هيد وفيها تيل. هلو? هلو. بيقولي لو انا اخترت الكوين عشوائية. وعملت لها تس. وتطلعت هيد. ايه احتمالية ان الوجه الاخر يبقى فيه تيل. البروبابيليتي او الطلب اللي هو طلبه رخم يعني. يعني هو حاجة فيس. ايه احتمالية ان انا لو قلبتها تبقى تيل. يبقى هو بيسأل عن انهي كوين. يعني انا لو هنرقم كوينز كده. وقلنا ان الكوين الاولى. اه وان هيدز. اه. الكوين الاولى اسمها مثلا ايه. والكوين التانية اسمها بي. والكوين التالتة اسمها سي. لو في كوين رامتها. ولاقيتها تيل. القلبتها لاقيتها هيد. يبقى دي الكوين رقم كان. رقم سي. هي دي الوحيدة اللي فيها هيدو تيل في نفس الوقت. يعني ان الاخر بيسألني. البروبابيليتي. ان انا لو عملت. لو انا مسكت الكوين عملت لها تس. تبقى هي سي. ايه احتمالية ان الكوين تبقى سي. هل جنرال ولا فيه شرط? هل ده حاجة جنرال ولا فيه شرط? لا فيه شرط. ايه الشرط? ان لما عملت تس كانت هيد. يعني هو عايز. ايه بروبابيليتي بتاع ال سي? بشرط ان هي هيد. بروبابيليتي سي بشرط ان هي هيد. طيب لقينا حاجات معتمدة على بعض. وفيه احداث نرسم تري عشان نعرف هو طالب ايه بشرط ايه ومين مرحلة اولى ومين مرحلة تانية. فتعالوا نرسم التري. لو عندنا سري كوينز يعني في الاول هنا هو. عندنا في كوين ايه. وعندنا كوين بي. وعندنا كوين سي. طيب كل واحدة رفلها بنسبة قد ايه? فوق انا حسبت كل واحدة بنسبة قد ايه تب تحت. طيب بيقول ان انا هتشوز اكوين اتراندوم. هتشوز كوين منهم عشوائي. يبقى كل واحدة بنفس النسبة. دي تلت. ودي تلت. ودي تلت. كل واحدة بنفس النسبة زي التانية بالزبط. طيب. الكوين الاولى اللي هي ايه? لو رامتها ايه احتمالية ان هي تبقى هد? يعني الكوين الاولى ايه احتمالية ان هي تبقى هد? هي على 2ت فحي باية 100 في المية لازم هتبقى هد. واحدة. تعالوا نحطها فوق عشان تبقى ونوكتوب هنا هد. طب ايه احتمالية ان هي هتبقى تيل? صفر وعمروهما تبقى تيل طيب الكوين التانية احتمالية ان هي تبقى هيد صفر واحتمالية ان هي تبقى تيل واحد ليه? لأن هي كلها تيل طيب podcast فيها الاتنين فاحتمالية ان هي تبقى هيد بنص واحتمالية ان هي تبقى تيل برضه بنص طيب هو بقى بيسأل على ايه بيقول لي انا عايز probability الكوين اللي اسمها c إيش معنى يا سي لأن دي اللي فعلوا وجهين يعني لو هد وقالبتاع لقيتها تيه يبقى هي سي بشارط اللي لما عملت توصل الكون كانت هد يعني هو عايز بيه سي بشارط الـ H طيب الـ C دي فقاني مرحلة مرحلة أولى طيب الهد ده مرحلة تانية يبقى بي يسير معنى طول يبقى ده بيساوي ايه؟ بيساوي التقاطع على احتمال الشارط واحتمال الشارط total probability نفس اللي احنا عملنا بالزبط لابتلطع هو ضرب المسار كده يعنى�لتفنص يعنى الباست في تلتفينص طيب احتمال الشارط اللي هو احتمال الهد هو كامل اناها تلتفنص احتمال الشارط يعنى كل الباست اللي بيتودي الـ H يعنى تلتف واحد وهنا تلتف صفر يعنى مش محسوب معنى وهنا تلتفنص انا حسبت المقام برضى يبقى الباست تلتفنص والمقام تلتف واحد زى تلتفنص يبقى انا كده حسبت احتمالية ان الكوين لو قلبتها تبقى تيل بالشرط ان هي كانت تهد لما عملت توس بسه الرقم 13 بيقولين في مصنع في 5 ماشينز العدد البيسز بردي اللي بتنتج هالماشينز دي الاولى بتنتج 1000 التانية 1200 وهكذا طيب الماشين بتبريدوس on average الاولى بتنتج 1% ديفيكتف بيسز واحد في المية قطع بايزة التانية في نص في المية من القطع بتاعتها بايزة بعدها نص اللي بعدها واحد اللي بعدها اثنين بقولك لو انا اخترت قطع عشوائية من كل القطع اللي الماشينز انتجتها دي وطلق الديفكتف ايه احتمال ان هي جيالي من الماكنا رقم ربع نفس اللي احنا عملناه في 11 وفي 12 هنعمله هم برضو فيه احداث يعني فيه مراحل فيه عندي ماكنا بينتج حاجة كل حاجة من اللي بتنتج ليه احتمالين يا سليمة يا بايزة هو بيسألني لو اخترت حاجة تلعت بايزة ايه احتمالية ان هي الماكنا الرابعة طيب نرسم تري معاني غالبا هي بقت واضحة بس نرسم تري برضي يعني لو جينا هنا كده بس انا مش هكتب كتير المرات يعني قلنا اديف فرع التاني التالت الرابع الخامس دي مسلا الماشين دي الماشين بي دي سي ودي دي دي الماشين ايه كل واحدة من دول هرحلها بكام في المية نفس فكرة الصور الرقم 11 بيقولي ان انا ايه هسيجل لك اراندوم اا راندوم بيس طيب راندوم بيس تي من كل واحد بنسبة قد ايه عدد القطع فيهم مش متساويين يعني لو فيه ماشين بتنتج الف وتانية الف ومتين و الف تانية الف ومتين و الف تانية الفين تلات تلاف لو اخترت واحدة من هنا احتماليتها كان مش خمس وما فهمش نفس العدد احتماليتها الف على التوتل يعني الف على الصم التاع دول ده احتماليت ان هي تبقى من المكانة الاولى تبقى احتماليت ان هي من المكانة التانية الف ومتينة على الصم 3800 على الصمد. فكل بص هنا هيبقى فيه احتمالية اننا وصله. اللي هو بتحسب ازاي عدده على الصمد. طيب الايه? عندها احتمال ايه? يا defective يا active. يعني يا دي يا ايه? والب نفس الموضوع يا دي يا ايه? والسي يا دي يا ايه? كل واحدة النسبة بتاعتها معروفة. يعني يا defective واحد في المية يبقى 99 في المية اكتر. النصف في المية defective بيبقى عندي 99.5 في المية اكتر وهكذا. طيب هو طبيب ايه? ايه احتمالية ان هي المكان الرابعة? يعني احتمالية ان هي دي. بشارط. بشارط ان هي دي. يعني تعالوا نسمي مثلا. عشان كده اديم الكرارة. تعالوا مثلا نسمي دي اف. عشان ما يحصلش رغباتها. يبقى هو كده عايز probability. الاف. بشارط ان هي تبقى defective. حسب ازاي نفس السؤالين اللي فوق. التقاطع. على الشارط. التقاطع ييجي ازاي? لضرب المسار. والشارط total probability. هروح لكل المسارات اللي بيتودل دي. مش هكتوبوا بقى وكده كده مكتوب في ال pdf وبنفس الطريقة بنفس كل حاجة. بس الفرق ان الشجرة هنا كبيرة شوية يعني. سؤال رقم 14 بيقول لي ان في ماشين فيها 5 independent components. اي سؤال probability على هي في كلمة dependent او independent دول لازم اقف عندها شوية. فانا عندي ماشين فيها 5 independent components من الف. ومحطين linked in a series. تمام? probability ان الاولى تشتغل. فور خمس ساعات. او probability اي واحدة فيهم يعني تشتغل لمدة خمس تلاف ساعة. الاولى سبعة من عشرة. التانية ستة من عشرة. ستة من عشرة. تمانية من عشرة. السبعة من عشرة. ايه probability ان الماشين كلها على بعض تشتغل خمس تلاف ساعة. يعني الخامسة يبقوا شغالين في نفس الوقت. خمسة شغالين. في نفس الوقت حدث بيحصل في نفس الوقت يبقى التقاطع. يعني اعيز التقاطع ان الاولى تشتغل مع التانية مع التالتة مع الرابع مع الخمسة. طيب التقاطع هيتحسب ازاي? التقاطع مش حاجة سهلة تتحصل. ممكن تقاطع حاجاته يبقى بصف. ممكن تقاطع يبقى حصل ضرب مسار على تري. ممكن تقاطع. طالما الانديبندنت دي مهمة قوي. فلما اللي حدث انديبندنت تقاطع بيسوى حصل الضرب على طوق. يعني تقاطع اي مع بي مع سي مع دي مع اف. فهو حصل ضرب الخمسة. اركام دول في بعض. فحل السؤال ده ايه? حصل ضرب الخمسة في بعض. طيب. ممكن برضو نلمح على حاجة كده. انديبندنت وديبندنت غير الحدثين متقطعين ولا لا. فيه فرق في المعنى ما بين ده وما بين ده. بمعنى الحاجة انديبندنت او ديبندنت معناها ان الحدثين ما بيعتمدوش على بعض. لكن فيه بينهم تقاطع عادي. يعني مثلا ايه? احتمال ان الدنيا تشتي وانا هنجح. مش مهتمدين على بعض. ممكن الدنيا تشتي او مش هاتتش مش فرق انا هنجح ولا لا. بس فيه بينهم تقاطع ولا لا. اه فيه ممكن الدنيا تبقى بتشتي. وانا نجحت دلوقت. والدنيا بتشتي. واحدين بالكم. يحصل. تقاطع يعني بيحصلوا في نفس الوقت. ممكن حدثين يحصلوا في نفس الوقت. بس هنمش معتمدين على بعض. فالتقاطع ان هما يبقوا في نفس اللحظة. ديبندنت وانديبندنت. يعني ما بيقصروش على بعض. ده الفرق ما بين كلمة الديبندنت وكلمة التقاطع او اند. يحصلوا سوي. ده بالنسبة لسؤال 14 ما فيوش اي حاجة. يعني هو تطبيق مباشر حتى هو قال ان هما الديبندنت. طيب ازاي قصة نعرف ان الحاجة الديبندنت لو ما قاليش. لو عندك حدثين. شوف. لو انت الحدث الاول عرفته. هل تقدر تتوقع الحدث التاني ولا لا. بمعنى. لو انا دلوقتي معيك سحبت كرتين. حلو. وكل كرة من صندوق مختلف. سحبت كرة من الصندوق الاول. طلعت حمرة. والكرة هو احمر وبيض. وراحت سحب كرة من الصندوق التاني وخبت. وقولت لك الاولى حمرة. التانية تبقى ايه? مستحيل تعرف ان الكرة الاولى تطلع حمرة من اول صندوق. مش هتأثر التاني صندوق اللي اطلع مني. فانا بعلمي بالاولى ما عرفتش التاني. فبالتالي الحدثين اندبندنت. المثال المثال الاخير مثال رقم 15. بيقول اني فيه مان هيعيش لمدة عشر سنين بنسبة ربع. واحتمالية ان امراته تعيش نفس المدة تلت. وبيسألني شوية اسئلة. قابل ما خشت اصلا على اي سؤال احتمالات مهم معرفة الحدث اندبندنت ولا ديبندنت. لان هتقول لي ما عرفش. هو لو مات ممكن تبقى امراته عايشة وممكن تبقى مش عايشة. مش عارفة. فبالتالي دول اندبندنت ما بيعتمدوش على بعض. فسؤال 15 من قبل ما تخش عليه. هما حدثين ما بيعتمدوش على بعض. واحتمال الاول بربع واحتمال التاني بتلت. طيب نسأل بقى سؤال سؤال. ايه احتمال ان هما الاتنين يعيشوا سوا. يعني الحاجات بتحصل سوا في نفس الوقت. يبقى طالب تقاطع. ان الاتنين يحصلوا سوا تقاطع. طيب تقاطع اتنين اندبندنت حصل ضربوه. يبقى ربع افتلت بواحد على اثناش. طيب اللي بعده. بيقول لي ايه احتمال ان يعني ايه احتمال ان على الاقل واحد فيهم يعيش عشر سنين. يعني ايه استوانه في زمن. يعني يا داي يعيش يا داي يعيش. يعني عايز الاتحاد. يعني لو عندي. مثلا عملت فين دياجرام. ده احتمال ان هي تعيش مراته. طيب ان هو يعيش مثلا الجزء ده. هو عايز ان الاتنين يعيشوا في نفس الوقت. يعني هو عايز الحتة دي كلها. الاتنين سوا مع بعض. وهو عايز الاتحاد. طيب الجنرال رول بتاعت الاتحاد. هي احتمال الاول زائد التاني. نقص التقاطع بتاعه. طيب احتمال الاول بربع. طيب والتاني بتلت. والتقاطع انا حسبته هنا بواحد على اتناشر. يبقى روبع زائد التاني نقص واحد على اتناشر. تمام. طيب اللي بعده. بيقول يعني لا دا يعيش ولا دا يعيش. يعني على الفين دياجرام هو عايز ايه? عايز اللي بارة. ما هو دا حتى ان الاتنين يعيشوا. طيب انا عايز اللي بارة. يبقى هو عايز كل اللي بارة هنا دا. يعني بدل ما احسبه واحد احسب. بقى انا حسبت ايه احتمال الاتحاد ان هم يعيشوا. اي واحد فيهم يعيش. طيب انا عايز ان مفيش ولا واحد يعيش. يبقى واحد. نقص البروبابيليت اللي انا حسبتاف بي. بس. ان النيزر لو انا عمش عايز بحاجة تحصل. فهي بتبقى الاتحاد. الاحتمالية بتاع الاتحاد متخد لها كومبيليمنت. طيب كومبيليمنت ايه اتحاد بيه? هو واحد ناقص ايه اتحاد بيه? بس. وانا حسبت ايه اتحاد بيه من في المثال اللي فوق. طيب اللي بعده. بيقول لي the wife only will live. طيب قلنا لو سألني عايز احتمال حاجة وكتيب لي only. ده عبارة عن ايه? كانت في اول حاجة هنا خالص. اللي احنا قلناها هنا. لو عايز الحاجة الوحدها بيبقى احتمال الحاجة. فرق الحاجة التانية. او عايز ان ال wife اللي هي ال b. هي بس اللي تعيش. يبقى احتمال ان ال wife تعيش. فرق ان الراجل يعيش. لو عايز probability b minus a. طيب الفرق قانونه عبارة عن ايه? هو احتمال ال b ناقص احتمال التقاطع. احتمال ال b بتلت. طب التقاطع بواحد على اتناشر. يبقى تلت ناقص واحد على اتناشر. هتطلع عبارة. يبقى ده احتمال ان ال 6 بس اللي تعيش. طب لو عايز الراجل بس اللي يعيش. برضو هيبقى b a minus b. يعني احتمال ال a ناقص التقاطع. فكده انت اجبت كل المطاليب اللي ممكن تبعى السؤال ده. كده انا خلصت يعني ولو حد عنده سؤال او في حاجة ما تفهمهاش ممكن يبقى يبعت لي يسألني يعني وهبقى تناقش معه في السؤال. سلام. اشتركوا في القناة